السؤال دايما وتعكيب تسمعه في التلفزيون كل شوية كل الناس بتكلم عنه هوا جماعة أسعار اللاعبين دي بتلاتين واربعين وخمسين مليون جنيه ليه في مصر ليه بقى؟ عشان انت خلي بقى الكلام ده كله هيخلص مش مقود يعني يعني كل ده حينزل ليه زياني الجاية حينزل عشان ما فيش فلوس حتقدر تصرف فيها في الكرة خلي بقى الكرة للشركات دي حاجة مش اسانشل صح؟ فالصرف فيها حقل انا مش افضل لصرف طول الوقت طبعا فالفلوس الكتير انت شايفها بتحصل دي مش هكليه في النادي او اتنين يعني بقى كده هيقلت كتير قوي عن زمان انت مين اللي شايفه بيتدفع فيه مبالغ طائلة دي بقت يعني لا دلوقتي اقصى حاجة ممكن تسمعها عشرين تلاتين مليون لو كانت بقى في الاتين وتمانين واللي عايز يجدد يطلب ستين صح ده 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 مش موجود الكلام ده وده خلاص بس ده خلاص حصل عشان فيه ازمة انت بتقول لي عندي الانديا دي عندي الانديا ايه عند الانديا ايه عند تسعين في الماية من الانديا ما حصلش شايفن او تسعين في الماية تسع وتسعين في الم�적 اه باستثناء باستثناء لمن اليوم الفلوسي بكرتين بقى اه كل Owen بما فيهم الاه تقل ones اه يعني بما فيهم الاهل عنده نفس الازمة اكيد الاهلات عشان بيكسب بطولات فبيدخل انكم وعنده سبانسير فممكن ان يشيل ده بس خالي بالك انه برضو الكورة بتكلف فلوس كتير? اه حتى لو على النادي الاهلي هو اكسر استقرارا يعني او بنحس انه هو اكسر استقرار طبعا 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 المشكلة انه برا مسلا ما مشوف برا بيبقى فيه حاجة اسمها قيمة سوقية لللاعب للنادي بتبقى مفهومة ومعروفة ليه يعني النادي اللي في وسط الجدول بتبقى قيمته السوقية غير اللي في الاخر غير اللي في الاول لك احنا انا في مصر ممكن يبقى نادي مثلا بينافس او بيصرع على الهبوط ويكون ميزانيته كبيرة جدا جدا عماله يصرف مصاريف كتيرة اوش اتحاد الكورة في اول الموسم كان حاطت في اللايحة بتاعته انه محدش هيصرف اكتر من الميزانية اللي مقدمها لاتحاد الكورة بما انك انت جوه اوش كم ده بيحصل شوف انا شكل انا استطلت في حيط تمام ايه ايه السهل الاول بقى كده خشت عالصار بس ما هو ده ده مفوط سهل ازا اردت انت طاعة اطلب مستطاعة بس ايقا بالسهل ان اخل يقولك بيجاملوا بيلعب مكان واحد فتقولي ميزانية ميزانية ايه بس يا روية يا طيب اصلا انا برضو صح على فكرة اتكلم انت صح احنا مسلا كنا مسكين الجونة اه كفي ميزانية لازم تتعامل من اول يوم والقايدة اللي رحمه يبص عليها وافق ستامب يلا نشتغل لو في قرشي زيادة لازم نقعد تاعة شهرين تاعة عشان تفاوض وحكاية قصة يعني صحيح بس من اول الاخر بلقوا ايه خلاص تعالى بقى يقولي مين عنده ميزانية هنا مين دي حد يعمده ميزانية لا ما نعرف دي حد بيحسب حد على ميزانية وانا انا ممكن دلوقتي اطلع لك ميزانية مسلا نادي منشط سنادي ومعلنة وعادي جدا يقولك ميزانية اعجيش لا طيب ليه اصلا اخبيها اه او ليه اصلا يعني تعمل حاجة تانية وماخدش دي اه فاهم حاجة ويتقال الكلام اللي هو دوت مش عليك هنا تاني بس يتقال لك ايه طب بص احنا مش هنحطها في العادة بس مش هنحطها او حط هنا خمسة وهنحط خمسة من تانية دي حاجات حلاوة في اسوأ من كده بكتير في حاجات اجمر من كده بكتير في اسوأ من كده اه طبع طبع ما معلاش يستحملني في النقطة انا عايز اوصل لنقطة ايه انه لما تبقى فيه ميزانيات محددة للانداية فمحدش هيقدر يسرف اكتر من البودجيت اللي محدد له حيلا وبالتالي هو مش هيسرف فلوس كتير اقوي هيجي مثلا البودجيت خيشت منه هي يقولك ايه لا خلاص تضع لي بقى نشئين عشان مش هادر اسرف تاني فانشوف نشئين تانيين كويسين موجودين في الدقاء يعني هي هتسمع فيتامين حاجة هتبدأ تطلع لعيبة بره عشان تاخد فلوس تعاود بالبودجيت اللي نقص فيه تفاصيل كتير لو فيه ميزانية واضحة انا انا بقولك هي مسماعة في كل حاجة لو الساعة هلتزم لو عنده ميزانية هلتزم ان لو اللعيب ده لي جنيه هتدهوله مية في المية سهلة لكن فيه كمان اندية بتتعايد مع العيبة وتقوله مثلا انت هتاخد عشرة مليون في الموسم هو اصلا مع اندوش ميزانية عشرة مية تسعين في المية اصلا تسعين في المية تسعين في المية وبعا كده اعايز اقولك حاجة ده فيه ده بحر يا كريم انت بص انت يا اخي فتفضل زي ما فتفضلك يا اخي انت رايب ايدي او يا انت بخبي ليه طيب انت جاية تخبي عليها ليه لا اصلا بتتكلم في حاجات ميزانية وبتاع اه ده فيه اساسيات ما بتتعملش فالميزانية دي عايز احد بقى بجد عايز يصلح الدنيا وعايز يهوت رولز وبتاع الناس كلها عارفة الصحة فين الناس كلها عارفة فين الصح بس هوا ما بتعملش اه اه انا بنعملش سالوخ بالضبط كده اه ده كورة صح كورة اه كورة موريتانيا بقتلعب كورة وبقتلعب كورة كورة اه بس الموضوع سهل يعني يوفوش هاي حاجة صعبة طيب انت بتقولي اللي اللي انا ملخص الكلام اللي انت حتى مش عايز تقولولي من جوة انه في كمية اخطاء وفساد كبير جدا لرهيب اه يعني اه رهيب عفكرة انا واكيل لعيبة ممكن يعني اقولك ايه لا اه في فساد رهيب عارف واحنا واحنا من الكلام لا رهيب انت مش بنصدق اه قولي ما تقطعنيش يعني ما تصغرهاش ده الموضوع كبير سيب نقول رهيب اربع مرات اه اصدق نص على الزهر اه يعني في كل حاجة في كل حاجة مش ممكن هي حد اللي هتو بصغير عني يقولك عم التوكيل لعبين اصلا انت اكتر ناس بتاخدوا فلوس واكتر ناس بتتحقوا عن ناس عارفاني كويس في السوق. لا مش قدام عن نادر. انا عارف. ويوم ما بتكلم عدوصات عشان بس ما حادش يقول لغسلمني نادر بيلعب في بتاع. انا بقى ولا بتكلم عليه ولا بقول حاجة عليه ولا اكمل كمل ماكملش هو اشتغل اي حاجة. يا ما ترفعش التلفون في النادر قالي. يستحيل. ما بيلعبش خاضر. يستحيل. عمري ما قول تلعب ولا مايلعبش ولا. ولا يمشي. بتاعتي دي. اه. على فكرة ادامة بقى 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 من بالحتة بتاعة اللعيب لو نزل دي او عمل عمل اختلاف هو ده اللي انا عايز الكرة عشان كده على فكرة. هتسابقوا لباوت مومنت. انت مش شرط تلعب انت موقع تلعب تسعين دي او ما تعملش هيك. صحيح. خمس ازاي ممكن يوصلك في حيطة تارية خالص. تقلب لك حياتك. صحيح. كرة كده. وكي انت فاهم ان هي كشافة برد. الكرة بالزرق. يعني حتى لو فيها وسطة. تمام ما هيقول ما هينزل على الملعب. الوسطة بازت. نفسي الناس. اه. تفهم اللي انت بتقول ده. اه. مش بالعافية. الكرة. مش بالعافية. اه. سيب الناس تلعب. واسيب ابنك لعب براحته. مش شرط ان انت توصل ابنك بالزق الحاجة معا. مش بالعافية. كرة الناس هيا لح تحكم على فكرة. يعني ان الناس هيا لح تحكم. عشان في المقابل كمان انت بتاخد مكان حد تاني كان ممكن ييفدنا يا. بتاخد مكان تاني وبتدمر حد كنت ممكن تتعاملوا احسن من كده بكتير. ما انت ان انت تحط حد في دالي كبير فما يلعبش. ما انت كده بتخسر وقت. اه. فاهم اوزي? فاهمش بتفيد ابنك على فكرة. انت بتضره. يا فرحيتي لابس تشيرت الاهلي والزمالك هو قدعد للبنش ما بالعبش. اه. طب ما تلعبه في حتة تانية يلعب. كده روح الالو زمالك اما يلعب بقى. الكرة ممارسة. الكرة مش ان انت تقعد بفاهم. انت ممكن اصلا. لما هتحطه في الاهلي ايه او هتحطه في زمالك انت ممكن تكون ناهيت مستقبله. انت بيه لك كمان. يا انت ازيته. الحمد لله كل يعني اه تسعين في المائم الاباط بيخلص على العيل. بيخلص على العيل. اه 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 تمانين عشان ما زعلوش.